لكن إن كنت تتحدث في هذا السياق وهذا أمر جميل بالفعل أن يكون المغاربة سواسية أمام وسائل النقل وهم على احتكاك دائم بها لا أحد منا يستغني عن وسائل النقل أي كان نوعها إضافة بسيطة حتى المواطن مطالب بتغيير عقليته يعني كثير من الأحيان نشاهد من لا يحترم الصف وهناك يعني في وسائل النقل نعم ولكن حتى في إدارات حتى في كذا إلى غير ذلك فاليوم حين تكون البنى التحتية صدقني جميلة أنيقة نظيفة سيتعلم المواطن أنه يخليها نظيفة غادي يشعر أنه اليوم هذا مكان وكأنه يقدم خدمة لي نعم ولكن وكأنني أتعلقه تيالي تصالح أنه صالح المواطن مع المرفق العمومي جميل جدا هل ترى بأننا اليوم أيضا وهذه ربما يعني إرادة الدولة أننا نبني عقليات جديدة وفقا لأجيال جديدة من أجل أن تكون بالفعل متمدنة بكل ما تحمل الكلمة معنا هذا سؤال سؤال مهم جدا وأنا كنظن بأن المسؤولية ستكون عند الشركة التي تسير المحطة هذه لأننا لدينا تجارب مقارنة لدينا اليوم أن نرى الناس كيف يتعامل مع الترامواي في فربطة ودار بيضاء يتعامل معك أنه دياله اليوم الترامواي يجيب في وقت دياله يتقش يعني شيء أزبال في الترامواي لأنه يقدم لي خدمة جيدة عندما نذهب على القطار البوراق ترى نفس الأمر عندما نذهب على محطة القطار نفس الشكل اليوم التجربة هي على شركة الرباط المسافر التي أعطيتها المسؤولية لتسير هذه المحطة لقد قامت المسؤولية لكامية تم ولكن المواطن حسنا أن اليوم شوي مزيان وهو أول إيجابي هو أن هذه الأشعارات الكينين يبقى خدامي منها عام أو عام أو عام أو ثلاث سنين كذلك كنت ذاكير أن يبقى خدامي أوترونينا أعتقد بأن اليوم مسؤولية كبيرة على شركة التي ستسير هذه المحطة لكي تكون الجودة هذه المواطن مني سيحس بأن من أجل المحطة ويكون التعامل مع الأدمية دياله وبالكرامة دياله وبالتمنى مناسب كي ينتمي لدينا التجارة التي هي مهمة لدينا في المغرب وهذه أمور إيجابية لدينا في التجارة أعتقد بأنه ختم شيء لأن اليوم مثلا أنا كنشوف أحد مثال ودائما كي يحز في النفس ديالي وهو أنا كنشوف السيد كي يركب تراموي وكي يأخذ تيكي دياله وكي أشرع عليها في التجارة وكي يركب تراموي وكي يكون لأبص ولكن في مجرد لكي يخرج لكي ينزل من تراموي أغلب الناس يرميوا هذه الكراءة يعني فعل هذا الإحساس بالمجال مختلف لأنك يحس بأن الداخل ذلك مجال دياله في حين المجال العام ما شي مجال دياله هذا الأمر هو أخص بشفه ومسؤولية أوكرامات أخرى على الشركة التي ستسير محطة عندها مسؤولية كديرة ولكن حتى المواد الطبعي يغلب التطبع واليوم إن بنينا بعض الأطبع والعادات من خلال التعامل مع هذه المرافق العصرية الحديثة الجميلة الأنيقة التي تعطي وجها مشرقا لكل المدن المغربية ستتغير العقليات وسنبني جيل محافظ على نظافة المكان وأيضا وكأنه يمتلك تلك الأشياء وملكية خاصة بالنسبة له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر